تركيا تعزز قدراتها الدفاعية بمنظومات جديدة محلية بالكامل نصنع سلاحنا بأيدينا عززت الصناعات الدفاعية التركية قدرة الجيش وقوات الأمن بالعديد من الأسلحة والمعدات المحلية خلال العام المنصرم 2021 وطبقاً للمعلومات فقد أمضت تلك الشركات عاماً حافلاً مليئاً بالإنجازات وتمكنت من تلبية الاحتياجات المحلية بالرغم من التدابير المفروضة والأزمات التي تعرض لها الاقتصاد التركي مثل أزمتين سلاسل التوريد والرقائق الإلكترونية وسلمت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية التابعة لرئاسة الجمهورية الجيش والقوات الأمنية العديد من الأسلحة والمعدات وفي إطار الجهود المبدولة في مجال الصناعات الجوية والفضائية تم تسليم القوات المسلحة الطائرتين المسيرتين الهدوميتين أكينجي وأكسونجور إلى جانب تسليم مسيارات بيراكتار تي بي 2 والعنطاء وكارغو كما أجلت اختبارات ناجحة على مسيرات ألباكو الانتحارية بما بدأت مرحلة الاختبار على مسيرات بويا بدأ مشروع إنتاج المسير المسلحة بيراكتار تي بي 3 في وقت تم فيه الانتهاء من تصميم المفاهيمي للمقاتلة المسيرة ميوس وأتم النموذج الأولي الثالث للمروحية المحلية جوك بي أول اختبار طيران له بنجاح كما تواصل تسليم المرحلة الثانية من المروحية الهجومية التاك وسلمت الصناعات الدفاعية التركية قيادة القوات البحرية ثلاث طائرات دوريات من طراز P-72 بإطار مشروع ميل تيم ثلاثة وتم بنجاح إجراء اختبارات الطيران لصاروخ التجارب المطور بتكنولوجيا المحركات الهجينة وبدأ تأسيس مركز اختبار وتقييم أنظمة الطائرات المسيرة بقضاء قلعة جيك بالعاصمة أنقرة وفي إطار مشاريع الدفاع تم تسليم منظومة الدفاع الجوي متخفضة لارتفاع حصار A بكافة عناصرها كما أجريت اختبارات على منظومة الدفاع الجوي متوسطة لارتفاع حصار O ووصلت لمرحلة الانتاج التسلسلي وأجريت اختبارات ناجحة للإطلاق على منظومة الدفاع الجوي طويلة المدى سيبير كما نفثت ترك اختبارات الإطلاق على الأهداف المتحركة لكل من منظومة الدفاع الجوي المتنقل صونغور وصاروخ أتمجة المتضل للسفن الذي أصبح جاهزا للتسليم إضافة إلى نجاح أول عملية إطلاق من مقاتلة لصاروخ بوزدوان جو جو وفي طار مشاريع السفن والمركبات البحرية بدأت اختبارات القبول لسفينة الهجوم البرمائية متعددة الأغراض الأناظول التي ستصبح أكبر سفينة لدى الأسطور التركي وإنما انتهت كافة الاستعدادات لدخول سفينة الاختبار والتدريب أفوك الخدمة بالقوات البحرية وجرى انزال السفينة الخامسة في مشروع السفينة الوطنية بالجيم تي جي جي أول فرقاطة تركية من دراز إسطنبول إلى البحر كما بدأت مرحلة المناقصة لبناء ثلاث سفن جديدة في إطار المشروع